حكم الشريعة في الاستنساخ البشري ثلاثا يا أواها ربي أذن الضر ذي شوث حكم الشريعة في الاستنساخ البشري نسلاوكي طريقة مكي تخدم الاستنساخ البشري سباسمي تنجح العملية ثم زورة الاستنساخ في مجال الحيوان وهي النعجة دولي فتسعمائة وسبعة وتسعين ولكن ثم ستقي اميت سقرشن العلماء من الشريعة سواء بالفتاوى والنسل الفردية نظر في شكل مجامع في قياف الندوات والمتقية العلمية المختلفة أذن سوفة خلاصة مركزة أذن قضية الاستنساخ تهدو أربع كليات ذي الدين الدين أكذ النفس أكذ العقل أكذ النسل نقتنط الاستنساخ تغيير لخلق الله ذه الدل ومنافي للفطرة السليمة لأن يخل في الفطرة البشرية يصفان وكذلك تدمير أيضا للنوع البشري خطر سبحان الله العظيم النوع البشري يحوى وليحوى جارع أدن أخذ مكفوتوكوبيون خاطئ وقل يخلق التنوع التنوع يعني البشري أم التنوع البشري ومزي ومقار وغزيف ووزيل وذا شبحان وذا بركان وكل شيء يصف كاربي صبحان الله عز وجل تساقي يعني تساكن الشفاحة الدني في الزرث جمذانا كذلك الحج النظام في تحريم الاستنساخ البشري معنى الكلوناج ذو الحرام لشعران سيذي ربي بارمي السبات سبذا أن الاستنساخ امتهان لكرامة الإنسان يغلو من ذلك نصف الفوتوكوبيا ما كان دمساني وانا ما كان تصور قصص دعوذين وايضا من تسا وربي سبحان ويكرم الإنسان ويرفاص القدريس ما كان دين القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة صورة الإسراء الآية سبعين وذرنام ذا خاضع للتجارب واللاعب في جيناته وموروثاته أذل عذن سفنا دم أذل من ذي غل حق التجارب وكذلك كالاستنساخنا الكلوناج يتسهد دوثا وشلد ما يلغم ذا إذن مرد يخطن فوتوكوبيا منيس الكلوناج هذه السنوات الخالية بعد دائن كذلك وكذلك وكذلك ايضا معاني repair والعمومة والأطالب وكذلك هذا يؤدي إلى قطع روابط النسب هذا يؤدي إلى اختراط الأنساب أدخل الأنساب يريم ذانا وهدموا لنظام الموارث ذا غير تهد نظام الموارث وكذلك الاستنسا خاجنا الكلوناج عبث بسنن الله في خلقه ورب سبحانه الناد إن كل شيء خلقناه بقدر وإن ناد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون وإن ناد سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يعني كذلك ناد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخره كذلك ربنا هو الذي يصوركم في الأرحم كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز والحكيم المعنيس الاستنساخ ميلحا يعتبر عبثا عبث بسنن الله عز وجل في خلقه ورب سبحانه يخلق دمذان ينكمال ويخلق الزوجيا بثاث الزوجية في الكون إلا نرغز تمتوث ذكر المثال أم شارو غالن سلكلوناج أتفضيون ديسعو أدخذ من الكلوناج أم يمانيس فوتوكوبي يمانيس إمبلا زواج إمبلا حد شيء فبالتالي هذه المسألة تهديمو الأسرة من أساسها على كل حال سي الندوات يعني سي الأراء الفقهية أديني الندوة الفقهية الطبية التاسعة فقيف ضراء في الدار البيضاء في جوان 1997 توصي هذه الندوة بما يلي تجريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء كان راحما أو بويضة أو حيوانا أو خلية جسدية للاستنسخ مثلا القارة تجريم أن ندوة العالمية تجمع الفقه الإسلامي واضحة في تحريم الاستنسخ وكذلك وغيرها وذلك دائما تجريم أن ندوة الفقهية الطبية التاسعة في 1997 في الفقرة الثالثة في الواسعي منستناد مناشدة الدول يعني طلبنا السثور في ثمورة مرة في السلمين وكذلك وغيرها لسن التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميدانا لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها أثن طلبا سثورتك الدول بشد سفرط القوانين ريمن عن يعني الاستنساخ بشد سنر في مورا جنس المن ذي الميدان لتساب حيرث ليرخذ من تجارب للاستنساخ البشري وكذلك مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقلان عقدا دي جدة دي السعودية في شهر جويلية ده الف وتسامية وسبعة وتسان كذلك يسفض القرار بتحريم الاستنساخ البشري يعني بكل وضوح المهم فغنتد الفتوى والقرارات أما سلم جامعة الفقهية أما سل فقهاء وعلماء العصر يدفقن باللي الاستنساخ نالك لوناج يتوحرم حرام في الشريعة الإسلامية جيغاون ثلويث أرثي من اللي تسلام ربي فلاون